يعني حساء وجود اللاعب داخل النادي الفيصلي أكبر تكريم لللاعب وجود اللاعب داخل النادي الفيصلي هو تكريم لللاعب كثير من اللاعبين بدأوا مسيرتهم داخل النادي الفيصلي أو كانوا في أندية أخرى وانضموا إلى النادي الفيصلي وخرجوا إلى الدول العربية بتعاقدات والنادي الفيصلي كان طريقهم إلى اللجوم يا خير صدقني صدقني مثل ما اللاعبين قدموا للنادي الفيصلي النادي الفيصلي قدم الكثير وأضعف نحن ما ننكر جهود لاعبيننا بالعكس النادي الفيصل يقف مع لاعبينه هشام السيفي قبل ما يسافر هو مع أخواننا في الوحدات والله وربنا بإعلام النادي الفيصل سهل مهمته في المطار وهو مع أخواننا في نادي الوحدات عند مغادرته واطمئننا عليه لكن احنا لا يعني هذا الحكي أنه النادي الفيصل يتخلى عن لاعبينه اللي موجودين عنده احنا الأولوي الآن خلنا أكون معك صريحة السادة أمجل اللاعبين اللي انتهت عقدهم إن كانوا سوف يبقوا أو لم يبقوا الأولوي لدى إدارة النادي بتزديد المستحقات حلو كرام جميل خلني أكون كرام جميل هاي أولوية صحيح لكن تكريم اللاعب اللحظة اللي بوقع فيها اللاعب للنادي الفيصلي أنا أجيب جريس دادرس كابتن جريس أوقعه على عقد مع النادي الفيصلي سنتين هذا تكريم له أنه ننضم إلى كتيبة الزعيم فلذلك الفيصلي مطمع لأي لاعب أنه يكون فيه لكن أنا أقول لك يمكن في بعض المناغصات في بعض المؤثرات الخارجي الخارجي عن إرادتنا ممكن تحدث خلال الموسم لكن أنا اللاعبين يقدموا الكثير للفيصلي والفيصلي كثيرا كثير قدم لللاعبين اللي ضمن الكتيبة الفيصلاوية أو صديقني اللي خرجوا من الكتيبة ظلينا متواصلين محهم وإلهم الاعتزاز والتكريم والاحترام ولن يتخلى الفيصلي أنت أنا ما تكرم اللاعب اللي بيخلص من عندك مثلا أو اعتزم الكابتن جيريس يمكن هايو محطوط في الصورة إذا ودي أعدي لك اللاعبين اللي داخل النادي الفيصلي أخذوا فرصتهم بالتدريب يتجاوزوا 16 مدرب 16 مدرب من الفريق الأول إلى الفئات العمرية النادي الفيصلي ما يتخلى عني عياله هذول ولاد النادي الفيصلي قدموا كثير للنادي واجب علينا إحنا نوقف معهم ترجمة نانسي قنقر